الدينامية الترابية وريادة الأعمال نحو إقليم ريادي محور مؤتمر دولي انطلقت أشغاله بمراكوش بمشاركة ثلة من الباحثين الجامعيين والفاعلين المؤسستيين والاقتصاديين هذا المؤتمر الذي تنظيمه المدرسة الوطنية للتجارة والتسير بمراكوش بشراكة مع عدة مؤسسات عمومية وخصوصية يأتي من أجل تطوير مقاربة مبتكرة وتنافسية في مجال التنمية الترابية ويسلط الضوء على آخر التطورات في البحث في هذا المجال المؤتمر يغوص بالتفكير والتفاعل في ثلاثية الدينامية الترابية والابتكار وريادة الأعمال التي تعتبر الأسس المكونة لمفهوم لوتيرت وغونتخوبحونو هذا المفهوم يرتكز على عنصر الجاذبية الترابية وعنصر تعلق رواد الأعمال بمجال ترابي معين ويشكل هذا الأخير محدداً أساسياً بالنسبة للعديد من المستثمرين ويضم برنامج هذه التظاهرة عدة جلسات وموائد مستديرة تقارب موضوع الدينامية الترابية وريادة الأعمال فضلاً عن قرية المجال الترابي الريادية التي تشكل من برا لرواد الأعمال لعرض ابتكاراتهم ومشاركة نجاحاتهم ترجمة نانسي قنقر